اشتركوا في القناة احكيها وتنويه عن بعض الامور المستجدة وخصوصا بالنسبة للتوقعات في شهر رمضان اولا انا في شهر رمضان يعني عادة كل سنة باخدها مجال من الخلوة او مجال من التعبد او تهجد او اشياء مثل هيك فعادة انا بوقف الاوراج في شهر رمضان ولكن لا الحاح بعض المتابعين او الكثرة من المتابعين انه بدهم التوقعات الظلها مستمرة فانا راح اسجل التوقعات ولكن بشكل مبسط وسريع يعني يعطي الايجابي زي حلقة الامس مثلا وفي نفس اللحظة بدكوا تعذروني انه احنا بدأنا في موسم الصيف وفي رمضان تحديدا فالناس بتسهر والاطفال والاولاد بلعبوا في الشوارع او في البيوت فبطلع اصوات بعد مرات في التسجيل فما راح اقدر اظلني انا استنى لحديث زي كل مرة اني عند الفجر اصير اسجل واني استنى فترة الهدوء هسا في اي وقت ما فيش هدوء يعني في اي وقت ممكن يطلع في اصوات ناس او اصوات اشخاص او انفجارات او طيارات او او العب نارية او او الى ما لنهاية اللي بقدر احذفه من الصوت بحذفه اللي ما بقدر احذفه بتكون تتحملوا الاصوات هاي بس ان شاء الله اني انا بحاول اخففها قدر الامكان انها ما تكونش مزعجة ومقطية على الصوت هذا واحد اتنين بالنسبة لتوقعات انا ليش بظل احكيها بتوقيت جرينيش وعلما انه في اشخاص بقولولي المتابعين من الاردن ومن سوريا ومن لبنان ومن مصر ويعني ما بصير توقيت جرينيش وريحنا من توقيت جرينيش يا جماعة الخير انا اللي بتابعوني من بر المنطقة العربية يعني من اوروبا ومن فرنسا من ايطاليا من استراليا من السويد من بلجيكا من 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 الى ما لنهاية اشخاص اكثر من اللي بتابعوني من الوطن العربي وعشان انا اعمل ميزان ما بين الطرفين انا بعطي توقيت جرينيش لانه توقيت جرينيش اسهل للحساب للجميع وتوقيت معروف للجميع فعشان هيك انا بحكي توقعاتي بتوقيت جرينيش بالنسبة انا للمنطقة الشرق الاوسط ومصر معها والجزيرة العربية الفارق بيكون بسيط جدا فارق ساعة فانت زيد ثلاث ساعات احنا الان في الاردن مثلا ثلاث ساعات عن توقيت جرينيش على التوقيت هذا لبنان ثلاث ساعات سوريا ثلاث ساعات فلسطين ثلاث ساعات مصر ثلاث ساعات زيد الثلاث ساعات على الساعة اللي انا بحطها بطلع معك التوقيت الصحيح عادي ما عرفت انت قدش في الفرق ما بينك وبين توقيت جرينيتش على جوجل قدش احنا الفرق عن جرينيتش بعطيك انه زيادة ثلاث ساعات اربع ساعات ساعتين ناقص ساعة ناقص ساعتين بتنقص هنا من الرقم اللي انا بحطه بس انا برضو لو انا حطتي جرينيتش وحطيت توقيت الاردن بدو يجي توقيت في الجزائر او في المغرب العربي او في تونس بدو ميقولوا انت قربطتنا هيك انت توقيتين اي توقيت احنا بنا ناخد عليه فرح اتشتت اكثر ورح اشتت المتابعين معي اكثر فعشان هيك ياريت انك انت برضو تتغلب شوي في الحساب بس انت الساعة عن توقيت جرينيتش نزلها هاي كمان جواب على سؤال الاجابة رقم ثلاث توقعاتنا احنا بالنسبة للشهر هذا ما رح تكون مفصلي يعني ما رح اعملها انا كل برج لحلو رح اعمل انا حلقة كاملة عن كل الابراج بدون ذكر الخارطة الفلكية لاني انا لاحظت انه نسبة 90% او 95% من اللي بحضروا توقعات الشهر للأسف الشديد انهم ما بتابعوا التوقعات اللي هي توقعات الفلكية باخدوا التوقعات الشمسية حركة الشمس وبعتمدوها وبعدين بوقف الفيديو وبطلع منه فبدالما انا اظلني اسجل مقرابة ما بين 10 دقايق وربع ساعة لكل برج وهذا الاشي رح يكون متعب الي بالفترة هاي لانه رح يخذ مني وقت طويل فرح ادمج كل الابراج حركة شمسية بس حركة الشمس تأثيرات الشمس والكواكب السريعة والكواكب المؤثرة يعني ابرز التوقعات رح اضطيكوا اياها في فيديو واحد ورح احط فواصل ما بين الفيديو اللي تبين زي التوقعات اليومية الحمل والثور والجوزاء يعني بالترتيب بتمشي الفيديو بتحضر الفيديو تبعك انت بدون ما تغلب حالك لا بالمقدمة ولا تغلب حالك انت بتوقعات الفلكية واحنا التوقعات الخارطة الفلكية اجمالا في اليومية احنا منحكيها فهيك احنا منكون عملنا نوع من انواع التوازن اما بالنسبة الى الامر الرابع انه انا في ناس خافت من كلمة سبام سبام انا ما حطيتها للاشخاص اللي بمدحوا بالقناة او للاشخاص اللي بدافعوا عن القناة او الاشخاص اللي قلبهم على القناة وعلى التوقعات او اللي بمدحوني او او الى ما لا نهاية الاسبام انحط على اللي بغلطوا كلمات بذيئة جدا وقدرة جدا وكلمات سيئة جدا واللي بدخلوا بحاولوا انهم ينزلوا كومنتات انا من مش عارف ايش هي رقم تلفوني حاب اتعرف على بنت جميلة ومؤدبة هاد اسبام لحاله رايح يعني اللي بحاول ينزل روابط هذا سبام هذا اليوتيوب عامل اسبام لها مش انا اللي عامل اسبام لها اما الاعضاء الصفحة انا ليش عامل للكوا اسبام انتوا بالعكس يعني ايش معلقتوا يعني صحيح انا ما بيهمني يعني الكم من التعليقات الكثيري او الكم من اللايكات فعشان هيك انا بقولش انه يا عامل يضلوا حطولي لايكات انتوا يعني فيه اشخاص كثيري بتتكهرب من اللايك فعشان هيك بديش يوم يتكهربوا ينقذوا كمان هذا الشهر الفضيل يروح يكابس لايك بعدين يتكهرب الزلمة يفطر بعدين على حسابي انا يحطها في رقبتي لا بلاها يعني شايف انا الاكثر صار يميل على الان على الان لايك فعادي يعني اللي بدي يحط لايك يحط بدوش يحط هو حر يعني فما في ما اجبر ما بيجبر حدا على شيء انا وبالنسبة للكومنتات انا بشكركم والله بقرأ كل التعليقات وبحاول انا فيه اشياء اني انا جاوب عليها وفيه اشياء انا بكوني مجاوب عليها فعليا في فيديوهات وفيه روابط موجودة في صندوق الوصف تحت موجودة لكل الاسئلة او معظم الاسئلة اللي بتنزال وفيه حلقات موجودة انا كاتب في الحلقة يعني في نهايتها ايش الموضوع اللي انا حاكيه فلما بيجي واحد بيقول لي احكينا عن الكيتو وعن الراهو انا عامل حلقة عن الكيتو عن الراهو اعملنا عن التاروت انا عامل عن التاروت حلقة فاني اظلني اعيد في الموضوع برضو اللي بسمعني مرة وثنتين وثلاث واربعة بقول لك هذا الزلم فاضي بدي يظل يسمعنا نفس الحكي فبتصير الحلقة مملي جدا فانا بس اني بعطي تنبيهات لاشياء معينة وخلص انتو اخذوا فيها او ابحثوا عنها بالقناة بتلاقوها موجودي اما الاشياء المميزة اللي انا ما حكيت عنها فانا تلقى اي ان انا رح احكي عنها ورح احطها انه هاي هذا الموضوع انا حكيت عن هذا الموضوع في هاي الحلقة واذا حكيت عن توقعات معينة رح احكي عنها انتقال الكواكب رح اكتبها انه في اليوم هاد توقعات اليوم وبين قسين بنحكي احنا عن انتقال الشمس عن تراجع كوكب عن انتقال الكوكب اللي هي الاخبار الفلكية انه احنا ركزنا عليها في هاي الحلقة قلينا نروح على توقعاتنا طبعا اليوم توقعتنا ليوم الاحد 26 اربعة القمر ما زال موجود في الجوزاء في منزلة الهنعة المنزلة هاي ممتازة للمحبة والخير والقبول طبعا تأثير القمر حكينا لما بكون في الجوزاء في هاي الفترة كلنا مننشط في الاتصالات ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيره بوزعنا ايضا الانضمام لدورات دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي اما بالنسبة للاحداث اليوم تقريبا كلها كواكب بطيئة يعني من الاحداث اللي بتاخد فترات طويلة الها تأثيرات علينا من الزوايا فاول زاوية رح تكون هي تراجع كوكب بلوتو اللي رح يتراجع في برج الجدي رح يتراجع بعد الحلقة تقريبا الساعة ستة واربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني سبعة الا خمس دقائق بالنسبة للاردن مثلا تيجي بتقول سبعة معناته بدنا نزيد ثلاث ساعات يعني ثمانية تسعة على ساعة عشرة الا خمس دقائق معناته بدو يتراجع كوكب بلوتو هذا بالنسبة لللي بيسألوني عن التوقيتين طبعا تراجع كوكب بلوتو مساء اليوم يعني بعد الحلقة هاد رح يستمر لغاية يوم يعني ظهر يوم عشرة اربعة عشرة لظهر يوم اربعة عشرة الفين وعشرين يعني رح يستمر مدة طويلة من الاشهر في فتر التراجع كوكب بلوتو الكوكب هاد الي بيتحكم بعالم المورائيات او الحياة يعني ما وراء الحياة الموت والغيبيات والامور اللي بتيجي مفاجئة او الاشياء اللي بتيجي باحداث مفجعة يعني مثلما مثلا الاحداث الاقتصادية اللي صارت الفيروس اللي حدث طبعا انا ما حكيتش عن الفيروس في توقعات السنة ولا فلكي حكي عن الفيروس الا صدفة هيك فالتوقعات احنا حكيناها عن الاقتصاد فهو بيجيب مفاجئات بيجيب اشياء احداث سياسية مفاجئة هو كوكب السيطرة والتطرف والجنس عليه بنتوقع او في هاي الفترة انه يصير فيه تطرف فيه نوع من انواع التصرفات والمتطرفة من الاشخاص اللي بنتعامل معهم وهذا بيشملنا احنا كمان يعني كل الابرج اذا كرهنا انسان معين فهاي الكراهية بتزيد زيادة عن اللزوم بيصير مثلا بيحاول بعض منها انه يفرض رأيه بالقوة على الغير في هاي الفترة ايضا بتكثر الحوادث العنف وحوادث الجنس التحرش الجنسي الاغتصاب في هاي الفترة بتتراجع مثلا بتستغرق مدتها خمس شهور يعني حوالي تقريب الخمس شهور برضو اشياء لها علاقة بالابناك بالبورصة بالسياسة كلها هاي بتيجي احداث كلها مفاجئة هسا بالنسبة لازاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية راح تكون بين عطارد والمشتري برضو زاوية بطيئة رأي لها تأثير تقريبا بحدود الاسبوع ورح يستمر تأثيرها كمان تقريبا العشر ايام رح يتكون هاي زاوية الساعة اربعة وواحد وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتهدد هاي بالقلق النفسي وبتزيد ميلك للاخطاء في الحكم افشاء الاسرار ممكن تعرضك لمشاكل مع العدالة اهم اشي انك تتجنب توقيع الوثائق المهمة الا بعد مراجعتها واستشارة اشخاص مثلا محامين رجال قانون اللي تستشير اللي هم اهل الاختصاص اهم اشي انك في الفترة هاي ما تقوم باي استثمار او مضاربات مالية اه وفي الفترة هاي برضو بتكثر فيها الدعاوي والقضايا القضائية دوليا او عالميا تأثير عالمي بتدل هاي الفترة على توجه الصحافة ووسائل الاعلام لانتقاد السياسي المالية او التجارية للبلد وبتم فضح بعض الاختلاسات والتلاعب في المؤسسات المالية وفي البنوك وممكن ينتقد بعض القوانين او التشريعات الجديدة بيتعرض بعض الكتاب ورجال الصحافة للمقاضاة امام العدالة وممكن برضو يكون فيها جدل حول بعض القضايا الدينية او العقائدية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو من الزوايا البطيئة اللي الها سبع ايام ورح تستمر كمان سبع ايام قادمات هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين الشمس وارانوس رح تكون في تمام الساعة تسعة صباحا بتوقيت جرينيج بتمرد بعض الاشخاص وبيتصرفوا دون اقتراث للعواقب كمان بيتمرد بعض الابناء على اهليهم غالبا ما بتحدث في هاي الفترة او في هاي الزاوية اللي هي الاقتران او الزاوية السلبية بين الشمس وارانوس امور الها علاقة بالثورات او بالتمرد او بالانقلابات العسكرية او بالاغتيالات يعني كلها تقريبا اشياء الها علاقة بالسياسي وبالاشياء المفاجئة بالدل برضو على تغييرات او على ازمة مفاجئة في الحكومة احتمال اضرابات او اشتباكات مع السلطة بسبب تضييق الخناق على الحرية العامة وممكن يكون في برضو على حوادث طبيعية مدمرة زي العواصف الزلازل سقوط طائرات حوادث على السك الحديد يعني في اشياء مفاجئة برضو الها بوسائل بوسائة النقل طبعا في زاوية ثانية يعني في زوايا كمان راح تصير ولكن هاي الزوايا راح تكون بعد حلقة الغد ان شاء الله راح نحكي عنها بكرة طبعا القمر بما انه موجود في الجوزاء معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم 27 اربعة راح يكون في تمام الساعة اربعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة خمسة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بضوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها القمر لبرج السرطان اما بالنسبة لعمر القمر القمر الجديد اللي هو الهلال عمره اربعة ايام في تمام الساعة خمسة وخمس دقائق صباحا بصير عمره بكمل خمس ايام نسبة الاضاءة اتناعش بالمية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمسة المزاج ممتزج القمر في الجوزاء حتى سبعة وعشرين اربعة المزاج سعيد عطارد في الحمل حتى يوم سبعة وعشرين اربعة المزاج ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى ثلاثة عشرين خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى ثلاثة عشرين خمسة مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى 14.5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11.5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15.8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتون في الحوت حتى 23.6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوته في الجدي بيتراجع بدأ عملية التراجع رح يستمر التراجع هذا لغاية 11 عشرة مزاجه منتحس طبعا اللي بيسأل بيقول طب يا ليش الشمس منتحسي ليش العطارد منتحس ليش بلوته منتحس لما بكون القمر عامل زوايا سلبية مع أي كوكب ثاني بصير منتحس لما بيعمل زاوية تربيع فما بالكوا أنتوا مجموعة كبيرة من الكواكب الآن بشكل زوايا تربيع فهي زوايا تربيع كلها هي زوايا انتحاس فبتنحس الكوكب اللي عامل يعني لما نيجي نحكي الشمس عاملة مثلا اقتران مع اورانوس هاي هاي زاوية سلبية معناته الشمس ممتزج حطناه واورانوس عملناه ممتزج علما أنه هم أكثر غلبي للانتحاس لأنه في زاوية تربيع برضو ما بينهم وبين زحل عشان هيك بصير منتحس فمش معنى أنه دخل على البيت هذا معناته أو على الدرجة هاي معناته هو منتحس لا في سنوات لما بنتقل على المكان هذا بشكل زوايا سلبية بشكل إيجابية فبكون سعيد وحكينا ممتزج يعني أنه بكون متقلب طول النهار بين سعادي ونحوسي بأكثر من مرحلة فعشان هيك منسميه منتزج يعني نحيص منتحس إيجابي سعيد بظل يتقلب بهاي المرحلة فخلص إحنا منسميه ممتزج السؤال كمان اللي بظل ينسأل وأكثر من مرة أنا شفته على القناة إنه أنا يعني بتابعك وبسمع الأبراج بس بتنطبقش علي أنا دائما أنت في كثير ما بتسمع مقدمة الحلقة بنعكيها دائما وإذا شفته حدا سأل السؤال بقول لك أنا برج كذا بسمع لك إلي فترة بلقيش إنه التوقعات بتنطبق علي يا أخي اسمع طالعك اسمع طالعك ممكن طالعك هو اللي بيتحكم فيك بتجد التوقعات بتنطبق على طالعك عشان هيك منقول لكوا اسمعوا البرج واسمعوا الطالع شوف مين اللي بيغلب عليك أكثر اسمعوا وهو بكون توقعاتك لأنه بكون طالعك هو اللي غالب عليك أنا بفضل إنك تسمع الاثنين وتقارن ما بينهم وتأخذ أنت الخلاصة اللي رح تنطبق عليك إذا أنت بدك تسمع طالعك لحاله اسمعه بدك تسمع برجك لحاله اسمعه وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم القمر في البيت الثالث لا إلكم بتنشطوا في السفر أو في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم إشي إنك ما تتهرب منها حاول تستغلها وتنجز منها المهم ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتكثر الزيارات والتنقلات عندك خلال هذا النهار أو التنقلات وخصوصا الأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت واللي على رأس عملهم أما بالنسبة للبيت الأول بما أن القمر موجود في بيت حليف إلك معناته الحمل اليوم إيجابية شخصيتك أحسن نفسيتك فيها نوع من أنواع التحسن بتقدر تستغلها بشكل إيجابي وقوي جدا خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فهو تقريبا روتيني ولكن في ساعات العصر ممكن إليح بعض الفرص اللي إلها علاقة بتحسين الوضع المالي منه ممكن تسترد بعض الأموال أو تحصل على أموال لإلك أو تحصل على نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع شوي في نوع من أنواع الحدية على مستوى البيت ممكن تصرفات ما بتعجبك بعض الأعطال أخبار سيئة خلاف ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الأولاد وممكن يكون في نوع من أنواع التمرد أو الضجر أو الانتقاد لبعض التصرفات العائلية وفي منكم ممكن ينشغل بأمور مثل ترتيبات وتصليحات أو مشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور برضو يعني بيكون فيها نوع من أنواع الإيجابية اليوم على المستوى العاطفي ولكن بلاقي أنا عواطفك جياشي ممكن في الذكريات أو تذكر بعض الأشخاص اللي غادروا الحياة هاي أو ممكن أنه في بعض الأمور العاطفية أو ممكن تقلق بشأن أحد الأحباء أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة برضو روتيني لا شيء إيجابي ولا سلبي البيت الثامن برضو نفس الشيء روتيني فعشان هيك منلاقي أنه معظم البيوت هاي اللي ذكرناها الروتينية يعني ما بتعطي تأثيرات على حسب طبيعتك أنت بتكون الأمور يعني إن كان الموضوع على بيت السادس العمل والصحة أو على بيت الشراكة المالية والعاطفية أو على بيت الأموال المشتركة أو على بيت الأموال اللي ما بتعود لك يعني التعويضات والهاي الأمور كلها هاي روتينية يعني بتتعامل فيها على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا اليوم وبدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات الخارجية أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن يكون أوراق قانونية أو اهتمام بمسائل قضائية أو قانونية أو أمور إلها علاقة بالدراسة أو تعلم لغة أو أشياء إلها علاقة بالسياسة والاقتصاد والدين والفلسفة والأمور هاي أما بالنسبة للبيت العاشر فهو أيضا روتيني بيت السمعة فعشان هيك برضو بتتعامل فيه على حسب طبيعتك بالنسبة لبيتك 11 مازال بيت الأصدقاء والعلاقات حاد فعشان هيك ممكن يتعرض بعضك لبعض خيبات الأمل من بعض الأصدقاء أو ممكن الزعل من تصرف معين أو انتقاد أو إلى ما لنهاية أو ممكن يقلق على صحة بعض الأصدقاء لأنه هذا البيت سلبي هذا بيت الأصدقاء والمعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب برضو ضاغط فعشان هيك بأنه نقول لك أنه حاول أنك تدير بالك على صحتك على طعامك على راحتك ما تشغل حالك كثير ما تجهد حالك كثير وحاول تأخذ قصد كافي من الراحة خلال هذا اليوم وفي منكم ممكن يقلق على صحة أحد المعارف أو الأحبة برج الثور طبعا القمر في البيت الثاني فعشان هيك بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية اتجنب نزوات التسوق يعني المصاريف لزيادة وحاذر أنك تهدر أو تهدد استقرارك المالي بسبب التقلبات راح تنشغل اليوم بمسائل مالية متنوعة أما بالنسبة للبيت الأول فبشوف أنا اليوم شخصيتك شوي متقلبة ما عندك هالثقة الكاملة في نفسك في عندك شوي التقلب ممكن تعصب أو تتقلب في مزاجك أو تحتد في مزاجك فعشان هيك بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني يعني تحركاتك واتصالاتك بتكون على حسب طبيعتك أنت بالنسبة للبيت الرابع شايف الأمور برضو فيها نوع من أنواع الحدية على مستوى البيت رغم أنها هي تقريبا روتينية ولكن تكثر بعض الأعطال يعني هاي الزوايا بتعمل بعض الأعطال المنزلية أو بعض الاهتمامات العائلية أو بعض المصاريف أو المداخيل أو المشتريات أو الاهتمام بمشكلة بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فهي شوي ضغطة على المستوى العاطفي بتسبب لك بعض ردات الفعل السلبية اللي ممكن أنك تحتد أو تعصب من تصرف بعض الأحبة أو حتى لو نوع قلق عليهم أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على مستوى العمل أنك تقدر تنجز كثير من المهام والأعمال خلال هذا النهار وفي منك رح يحقق إنجازات رائعة ولكن في نوع من أنواع القلق على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي يعني بشوف فيه شوية أمور إلها علاقة في نوع من أنواع الأوقات اللي بصير فيها نوع من أنواع الحدية أو التذمر من تصرف الشريك حاول إنك تشحنهاك لك بطاقة إيجابية عشان تطلع من هاي السلبية بالنسبة للبيت الثامن يعني بفتح لك بعض المجالات المالية والاهتمامات المالية بدعم البيت الثاني فبكون الأمر إيجابي جدا على المستوى المالي خلال هذا النهار وفي فرص ممتازة أو اجتهادات ممتازة على هذا المستوى لتحسينه أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه الاتصالات الخارجية بتكثر خلال هذا النهار بدرجة عالية جدا إما لتفقد بعض الأشخاص أو الاتصال للإطمئنان عليهم أو الاهتمام بأوراق إلها علاقة أو معاملات إلها علاقة بمعاملات سفر أو إقامة أو أمور إلها علاقة بالقضايا القضائية أو القانونية في منكم ممكن ينشغل اليوم في مسائل العلاقة بالدراسة أو الأمور البحوث أو الاهتمامات الدينية والفلسفية أو الأمور اللي إلها علاقة بلغة أو حضاء ثقافي لدول معينة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني على مستوى بيت السمعة فما فيه أي شيء بأثر لا إيجابي ولا سلبي عليه خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت الأصدقاء والمعارف ما زالت الأمور حادة يعني فعشان هيك منقول لك دير بالك من تصرفات بعض الأصدقاء وما تحتد وما تعصب فيه منكم ممكن ينزعج من تصرف بعض الأصدقاء أو ممكن يقلق على صحة أحد المعارف أو الأصدقاء بالنسبة لبيت المتاعب لآخر يوم رح يكون ضاغط منه لنهاية الشهر يعني بتنتهي ضغوطاته اليوم فعشان هيك منقول لك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وتهتم بصحتك قدر الإمكان وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة ما تجهد نفسك كثير حاول أنك ما تروح أو ما تخوض بأشياء أنت ما عندك دراية كاملة فيها ما تخوض بمسائل بحاجة لمغامرات أو لجهد خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يقلق على صحة أحد الأحباء أو أحد المعارف برج الجوزاء أنت اليوم قادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها ممكن تلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ بتواجه الوقاعب أو الواقع بمنطق وعزيمة ممكن تتلقى جواب هذه الفترة وبتوضح لك هاي الأمور يعني بتوضح لك بعض الأمور أهم شيء هاي الفترة يعني بنتظرك فيها لقاء ومرحلة جديدة طبعا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في البيت الأول لإلك فهو بدعمك بشكل جيد بالنسبة للبيت الثاني يعني بحس أنه فيه تقلبات على المستوى المالي فممكن اليوم يكون النشاط على مستوى مصاريف أو فواتير أو بعض الاستحقاقات أو المطالبات المالية أو بعض المصاريف اللي بتكون مجبر على دفعها حاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والتحركات عندك نشاط عالي جدا فممكن اليوم تجري العديد من الاتصالات أو تواصل مع أشخاص وفي منكو اللي بيطلع مثلا على رأس عمله اليوم بتكثر عنده التنقلات والتحركات في منكو ممكن يحث أبناه على الدراسة أو أنه يساعدهم في موضوع دراسة وتعامل مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه فيه ضغط رح يكون على مستوى البيت اليوم يعني ممكن أنه يكون فيه بعض المستجدات أو بعض الأمور الضاغطة عليك من التزامات أو مشتريات أو بعض المصاريف أو بعض الاهتمام بتصليحات فعشان هيكي بكون فيه نوع من أنواع الضغط ممكن خلاف بوجهات النظر أو نوع من أنواع النقاشات اللي رح تكون حادة أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي برضو الأمور فيها نوع من أنواع الحدية خصوصا ساعات الصباح بعدين بصير العمل روتيني جدا ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعلى طبيعتك رح تتعامل على الوضع العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فهو تقريبا إيجابي بدعمك على مستوى إنجاز كثير من الأعمال المهم خلال هذا النهار وفيه منك رح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكة ولكن برضو بالمقابل بضعف طاقتك فعشان هيك ممكن تشعر ببعض التوعكات أو قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الأمور المالية المشتركة فاليوم ممكن تحصل على بعض الأموال أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالقروض أو الديون أو المساعدات أو يعني تقرع باب من هاي الأبواب فيجيك منها بشائر خير أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمعاملات وأوراق قانونية أو معاملات سفر أو أمور إلها علاقة بالسفر في منك رح ينشط بأمور دراسة أو محف أو أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو ضاغط عليك فعشان يك اليوم نقول لك ما في داعي للمجازف بسمعتك لا تجازف ولا تغامر ولا تدخل بأي شيء مشبوه حاول أنك أنت تحافظ على سمعتك قدر الإمكان بالنسبة لبيتك 11 هو ضاغط على مستوى العلاقات والأصدقاء فهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر إما من بعض الأصدقاء أو خوف عليهم أو قلق على أوضاعهم أو ممكن يكون خلاف بسبب تصرف أحد الأصدقاء معك فهذا بثير حفيدتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك يعني في نوع من أنواع الضغط بيأثر عليك بسبب الزوايط الاقتران اللي صارت بين الشمس وأورانوس لها كم يوم فعشان هيك بنقول لك دير بالك على صحتك قدر الإمكان حاول أنك ما تجهد حالك كثير وخذ قصد كافي من الراحة وراقب أدويتك وتغذيتك وممكن في هاي الفترة أو بهاي الزوايا أنك تقلق على صحة أحد المعارف أو أحد الأحبة برج السرطان طبعا بناء منكم التعب لليوم الثاني على التوالي القمر موجود في بيت متاعبكم أهم شيء تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعد عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات خذ قصد كافي من الراحة ممكن تعيش لحظات صعبة حاذر من الفشل أو الالتباس أو التراجع الصحي خلال هذا النهار طبعا القمر في بيت المتاعب فبضغط بشكل كبير عليكم وممكن هذا يعمل نوع من أنواع التقلب على المستوى الشخصي اللي هو البيت الأول فبكون فيه نوع من أنواع التقلب أو المشاحنات أو نوع من أنواع العصبية اللي ممكن تطغى عليكم في كثير من المواقف أما بالنسبة للبيت الثاني فهو تقريبا روتيني ولكن في ساعات ما بعض الظهر ممكن يطرأ بعض الأمور المالية كمشتريات أو التزامات أو بعض المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور يعني تقريبا شبه روتيني ولكن برضو بغلب عليكم عامل الاتصالات أو التواصل مع أشخاص أو الاتصال فيهم أو الاهتمام بأمور بحثية أو دراسية أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بيحمل بعض الضغوطات المنزلية أو الالتزامات البيتية من مشتريات أو تصليحات أو ترميمات أو بعض الأحداث العائلية اللي ممكن تلفت انتباهك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي اليوم أنت متقلب فعشان هيك في لحظات بتكون مبسوط ولحظات بتكون زعلان لحظات بتكون مذايق في لحظات بتنفعل وبتعصب يعني في تقلب عاطفي موجود عندك أما بالنسبة للبيت السادس فبتنجزوا بعض الأعمال الضرورية خلال هذا النهار وفي منكم ممكن ينشغل في شيء صحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور تقريبا روتينية على المستوى بيت الشراكي المالي والعاطفي فتعاملك مع الشريك بيكون روتيني أما بالنسبة للبيت الثامن برضو روتيني ما فيه أي شيء على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك لا إيجابي ولا سلبية فبتتعامل على حسب طبيعتك بالنسبة للبيت التاسع شايف فيه ضغوطات على المستوى للأشخاص اللي خارج البلاد أو اتصال ممكن يزعجك أو تواصل أو قلق على صحة أحد الأشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام بأوراق قانونية سلبية أو ممكن بعض الأمور اللي تحدث بشكل طارئ فما في داعي للمغامرات اليوم ولا للجراءة الزيادة لأنه ممكن هذا الإشي يسبب لك بعض الانتكاسات أما بالنسبة للبيت العاشر بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان خلال هذا النهار على أساس أنك ما تشوه سمعتك فما في داعي للمجازفات أو للمخالفات أو للمغامرات أو الحدية ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور ضغطة على مستوى الأصدقاء فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع المشاحنات أو خبر يعني بتعلق بأحد الأصدقاء شوي يزعجك أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو تعييد من أحدهم أهم شيء أنه اليوم ممكن يكون فيه عندك نوع من أنواع التقصير أنه ما تقدر تنجز كثير من الأعمال بشكل كامل أهم شيء أنه حاول ما تخلي حد يدخل بأعمالك أو بالأشياء التي تحاول تنجزها استشير أهل الاختصاص لو كان فيه عندك توقيع لعقد أو لمشروع أو لفكرة معينة ممكن تطمئن ما خاوفك شوي وتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل اتفائل بالخير طبعا القمر موجود في بيتك 11 فهذا بدعمك على مستوى العلاقات الاجتماعية والأصدقاء أما بالنسبة لبيت الأول فأنا شايف أنه اليوم يعني الأجواء إيجابية عندك طاقة كويسة مشحون بطاقة إيجابية بتقدر تنجز كثير من المهام والأعمال من خلال هاي الطاقة أما بالنسبة لبيت الثاني فالضغوط المالية موجودة بتحسب حسابات تكثيرة في عندك بعض الالتزامات أو المشتريات أو المصاريف وممكن يتطرق بعض الأمور المالية اللي تخليك شوي تكون متوتر أما بالنسبة لبيت الثالث فأنا شايف أنه ما زالت الأمور جيدة على مستوى التواصل والاتصالات وعلى مستوى الاهتمام بأمور إلى علاقة بأجهزة التواصل مثل التليفونات أو كمبيوترات وفي منك ممكن يصير له تعامل اليوم مع أخ أو مع جار أو ممكن يكون مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت الرابع فهو يدعم لك أمور على مستوى البيت فعشانيك فيه نوع من أنواع التوافق والتقارب على المستوى البيتي فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أخ أو ما بينك وبين العائلة إجمالا فيه أجواء إيجابية في منكم ممكن ينشغل في أمور إلى علاقة بالمشتريات أو بعض التصليحات والترتيبات والإهتمامات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل برضو بدعمك أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال أو تبتكر أسلوب جديد للعمل وفي منكم ممكن يهتم بمسائل صحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط كثير على مستوى الشراكة فممكن يسبب لك بعض التوترات أو بعض الخلافات أو ردات الفعل السلبية اللي ممكن أنها تحدث نوع من أنواع النقاش الحاد ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت الثامن رغم أنه مش جيد كثير ولكن أنه برضو بتليح لك بعض الفرص المالية أو بعض الأشياء المالية اللي ممكن يكون فيها نوع من أنواع النجدة أو المساعدات إلى الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وبعمل معك بينك وبين أشخاص تقارب كبير في هذه الفترة في منكم ممكن يهتم بعمل معاملات قانونية أو أوراق قانونية أو يهتم بمسائل إلها علاقة بدراسة معينة أو دين أو فلسفة أو بحث في موضوع من هذه المواضيع أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد ما فيه أي خلافات بالعكس يعني أنت بتتعامل عليه بشكل روتيني ولكن أنه برضو بدعمك بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء كما ذكرنا بالنسبة لبيت المتاعب لغاية ساعات الصباح جيد ولكن بعد ساعات الصباح بدك تحذر أي تطور سلبي ممكن يحدث على مستوى متاعبك يعني بتحاول تنجز الأعمال الضرورية حاول تأخذ قسط كافي من الراحة ما تجهد حالك كثير وممكن تقلق بشأن صحة أحد الأصحاب أو أحد المعارف برج العدراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ممكن يعني خلال الفترة هيتقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ كون على قدر المسؤولية ما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أو مساندة أحد ما من معارفك دع خجلك جانبا وعبر عن رأيك بثقة وجراءة اتجنب الكلام القارص أو اللاذع طبعا القمر في بيت السمعة ببيتك العاشر أما بالنسبة لبيتك الأول فبلاقي اليوم في تقلب في شخصيتك بأكثر من مرحلة عشان هيك يبغلب عليك نوع من أنواع الحدية من وقت لآخر خلال هذا النهار وتقلب في المزاج أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى الأمور المالية فممكن تهتم اليوم بشأن مالي أو أمر مالي أو أمور إلها علاقة بالتحصلات المالية وفي منكو ممكن يحصل على بعض المكاسب خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وعلى مستوى الأعمال والنقاشات فاليوم تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك فحاول تستغل إيجابية هذا النهار بقوة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت بيعمل لك نوع من أنواع التقارب على مستوى العائلي ولكن فيه أمر عائلي ممكن يلفت انتباهك أو يعني شوي يجعل فيه نوع من الحنين أو المحنية أو الذكريات لمسائل معينة تجمع في العيلة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء على المستوى العاطفي بالعكس أنت عواطفك شوي الفترة هاي بيكون فيها نوع من أنواع الهدوء بالنسبة للبيت السادس يعني شوي هيك بيعمل لك نوع من أنواع التوتر على مستوى العمل أو إنجاز بعض العمال بيجعلها مربكة في الفترة هاي وممكن يكون فيه ضغوط أو التزامات عملية كثيرة وفيه منكو ممكن يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع أو بيت الشراك المالي والعاطفي برضو بسبب لك نوع من أنواع الإيرباك وممكن يسبب لك نوع من أنواع التوتر ما بينك وبين شريكك المال أو العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بضغط على المسائل المالية المشتركة اللي ما بتعود لك الأموال اللي أنت بتكون مؤتمن عليها أو متدينها أو مقترضها أو أمور العلاقة بالأموال المواريث فعشان هيك ممكن يكون فيه ضغط على مسألة من هاي المسائل خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام بأوراق قانونية أو بعض المسائل القضائية أو أوراق إلها بالدوائر الحكومية في منكم ممكن يهتم بنقاشات أو مسائل إلها علاقة بالفلسفة أو الدين أو ثقافة منطقة أخرى أو لغة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 على مستوى الصداقات شايف وضاغط بشكل كبير فعشان هيك بيسبب لك نوع من أنواع التوترات أو نوع من أنواع القلق ممكن برضو تسمع خبر مزعج بيتعلق في أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك حاول تنجز الأعمال الضرورية وما تحاول أنك ترهق حالك كثير حاول تأخذ قسط كافة من الراحة وبرضو ممكن يسبب لك أو يسمعك أمر بتعلق بصحة أحد الأحبة أو المعارف برج الميزان طبعا القمر في البيت التاسع عشان هيك اليوم نقول لك اللي بيتقدم لها امتحان أو مقابلة بدو يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ابحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما وبتكثر الانشغالات الإدارية حاذر من المتاعب الصحية أيوانا هذا إجمالا كل الأمور اللي إلها علاقة في البيت التاسع وفي منكم ممكن يتعامل بأوراق قانونية أو بنكية أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول إجمالا يعني بيعمل لك نوع من أنواع الفرص الإيجابية اليوم أنت مدعوم بطاقة كبيرة نفسيتك مرتاحة وبتتحرك بكل ثقة أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي هو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في بعضك بعد ساعات الظهر ممكن يحصل على مبلغ مالي أو دعم مالي أو أمور إلها علاقة بالفواتير أو الالتزامات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات وبتغلب عليك الرغبة اليوم في الاتصال مع أشخاص أو الحركة بتكون غالبة عليك وفي منكه ممكن يكون له تعامل مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت بيت البيت فعشان هيك يعمل لك نوع من أنواع التقارب مع العائلة وممكن يعمل لك نوع من أنواع المهام أو بعض الإجراءات العائلية أو الالتزامات أو تصليحات أو ترميمات أو مشتريات أو بعض الاهتمامات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط على المستوى العاطفي فممكن يكون عندك نوع من أنواع الحساسية أو ردات الفعل العاطفية لزيادة عن اللزوم بتكون خلال هذا النهار أهم إشي أنك حاول أنك ما تحتد مع الحبيب وما تخلق فجو ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فعشان هيك اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة ولكن ممكن يقلقك شاء صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني على مستوى الشراكة فبتتعامل على حسب طبيعتك مع الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن برضو على المستوى الأموال المشتركة برضو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بيت السمعة جيد ما في أي مخاوف بالعكس ممكن تنجز بعض الأعمال بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل وفي منك ورح ينشط في أمور اجتماعية أما بالنسبة للبيت 11 فأنا شايف فيه نوع من أنواع الضغط بتعلق بأحد الأصدقاء أو المعارف وممكن يزعجك بعض المواقف أو التصرفات وفي منكم ممكن يقلق على أحد ما عارفه أو يصلوا خبر شوي يزعجه أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد فعشان هيك اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكة اللي لا إلك وممكن تهتم بشاء صحي برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة سارع لترتيب أوراقك وملفاتك ممكن تحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة معينة أو لالتزام ضاغط بيكون عليك أهم شي ما تبقى وحيد وحاول أنك ما تنزوي على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأقطاء القمر موجود في البيت الثامن أما بالنسبة للبيت الأول فشوي بيشكل لك نوع من أنواع السلبية والتقلب في المزاج خلال هذا النهار وممكن يكون في ضعف على مستوى الطاقة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أن الأمور المالية أو الاتزامات المالية شوي بيكون فيها نوع من أنواع الاهتمام خلال هذا النهار أو ممكن اهتمام بأشؤون قانونية إدارية محاسبية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني على مستوى الاتصالات والتواصل مع أشخاص يعني بتكون على حسب طبيعتك في نوع من أنواع الاهتمام بيكون مع أخ أو مع جار أو أمور لها علاقة نوع من أنواع التباحث أو النقاشات اللي ممكن برضو يكون فيه منها نوع من أنواع الحدية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت كثير من الالتزامات بتوقع على عدقة خلال هذا النهار فمنكم رح ينشط في مساء البيتية أو بعض الصيانات ترتيبات مشتريات إدارة شؤون عائلية أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو اجتماع عائلة يعني الأمور البيتية رح تكون ملفتة للنظر خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية برضو اليوم جياشة عندك فممكن برضو يكون فيها نوع من أنواع الحساسية أو التعاطف أو الأمور اللي إلها علاقة بالمحنية بأشخاص معينين أو حساسية العاطفة بتكون عندك عالية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن تقدر تنجز كثير من الأعمال والمهام المطلوبة منك خلال هذا النهار بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة يعني فيه بعض الإيجابيات اللي بتقارب ما بينك وبين الشريك برضو خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد اللي منها ممكن تعمل نوع من أنواع التقارب وفيه أشياء للإطمينان على صحة بعض الأشخاص وفيه منك رح يهتم بأوراق قانونية أو معاملات إلها بتطلب نوع من أنواع التدقيق أو التوقيع وخصوصا المعاملات اللي بتتعلق بمؤسسات كبيرة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيتك 11 ممكن أنه يعمل نوع من أنواع الضغط على مستوى العلاقات والأصدقاء وممكن يسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل السلبية حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية وممكن برضو يتعرض بعض موليد برج العقرب لسماع عن قصة أو عن موضوع بتعلق في أحد المعارف أو الأصدقاء شوي يسبب له نوع من أنواع الإزعاج أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك دير بالك اليوم حاول تنجز المهام الضرورية اللي مطلوبة منك ما ترهق حالك كثير حاول تأخذ قصة كافية من الراحة وبرضو بدك تهتم بشؤون صحية برج القوس بوسعكم تعزيز شراكتكم سواء في العمل أو في العاطفة هاي فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة والثقل من خلالها بتثقل من خلالها برضو الهموم والمسئوليات لأن القمر مقابلك مباشرة بتعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وبتظهر معاكسات كبيرة تعتبر هاي من أصعب الفترات اللي بتمر عليك خلال هذا الشهر أهم شي إنك ما تخالف القوانين ولا تكون ساخر من أي حد أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الأول الجيدة يعني شخصيتك ممتازة عندك ثقة عالية في نفسك اليوم تنجز كثير من المهام بالعكس أنت مشحونة بطاقة كبيرة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية الشوية ممكن تأخذ من اهتماماتك في بعض المسائل أو الدفعات أو بعض التحصيل أو الأشياء أوراق قانونية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو صعب على مستوى النقاشات والتناقلات فبيغلب عليك نوع من أنواع الحدية في الطباع وممكن تكون عصب المزاج فما في داعي للمغامرات ولا للعصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط على مستوى البيت اللي ممكن يسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو المحنية لأحد أفراد العائلة أو ممكن تحس بنوع من أنواع الوحدة أو الغربة أو ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع النقاشات الصعبة اللي بتجمعك بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماماً بس بيغلب عليك الطابع الحسي أو الحساسية من الناحية العطفية أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم تقدر تنجز بعض المهام أو الأمور اللي مطلوبة منك على مستوى الأعمال ولكن بشكل روتيني يعني ما فيها الدعم الكبير ولكن في ساعات ما بعض الظهر ممكن تنشط أكثر وتنجز كثير من المعاملات حاول أنك برضو ما تحتد وما تخالف القوانين وفي منكم ممكن يهتم في وضع صحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكي الروتيني ما فيه لا شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن بيت الأموال المشتركة ممكن يسبب لك بعض الضغط بأموال مشتركة فممكن أنه يكون أوراق قانونية أو أعباء أو بعض المشاكل أو أتوقيع على أوراق بتطلب منك أنك تتوقعها ولكن تدرسها بشكل جيد أو أنك تبحث أمور إلها علاقة بالضريبة أو بالتأمين أو في بعض الأشياء القانونية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أو لغة جديدة أو إشي العلاقة بالدراسة والامتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي من نسبة للبيت الـ 11 فيه ضغط ما بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن توتر أو ممكن موضوع معين يزعجك أو تسمع خبر بتعلق في أحد الأصدقاء يعني يكون برضو مزعج أما بالنسبة للبيت المتاعب فهو نقول لك حاول تنجز الأشياء الضرورية وما تجهد حالك كثير واهتم بصحتك واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي باكر لعملك واترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرار جريء إذا كنت مستعد لهيق قرار القمر في بيتك السادس بيت العمل والصحة وهذا توقعته أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه نفسيتك اليوم متقلبة ما بين إيجابي وسلبي طول اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فهو ضغط على المستوى المالي أو على معاملة مالية أو التزامات أو بعض الترتيبات المالية بتضغطك لأنه في منها إشي رح يكون سلبي أهم إشي إنك ما تندفع للمشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بضغطك على مستوى الاتصالات والتواصل مع أشخاص وممكن يسبب لك بعض الأعطال في أجهزة الاتصالات والمواصلات أو يكون عندك امتحان وما تكون مستعد فهي تسجل عليك أمر سلبي حاول إنك ما تعصب وما تحتد أثناء النقاشات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه يعني شيئا ما جيد على مستوى التقارب العائلي أو التقابل العائلي اللي ممكن أن يعمل لك بعض الأشياء الإيجابية أو تقارب مع العائلة وبعض الإهتمامات كمشتريات أو الاتزامات بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فبيعمل نوع عن أنوى التقلب عندك بالعواطف اليوم ما بين إيجابي وسلبي والحدية والعواطف للزيادة أو الاشتياق أو الحنية أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع جيد على مستوى الشراكي المالي والعاطفي وبعمل نوع من أنوى التقارب ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور المالية المشتركة ممكن تسبب لك نوع من أنواع الأرق أو القلق على مسألة مالية معينة أو بعض الشؤون اللي ممكن تظهر على الساحة فتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور على مستوى الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد قوية جدا وفي منك رح يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية وفي منك رح يكون عنده إما امتحان أو مناقش معينة بتكون بشكل جيد وفي منك رح يهتم بأمور فلسفية أو دينية أو نقاشات أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى السمعة ولكن على بيت الأصدقاء شوي في نوع من أنواع الحدية بيتك 11 فممكن تقلق من تصرف أحد الأصدقاء أو على أحد الأصدقاء أو ممكن تسمع خبر يزعجك بتعلق في أحد المعارف أو الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو آمن فعشانك بتنجز كثير من المهام خلال هذا النهار وممكن برضو تهتم بشأن صحي أو برنامج غذائي أو تغذية أو أمور الهلاقة بالفيتامينات وفي منك ممكن يأخذ قسط كافي من الراحة خلال هذا النهار برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنك عاطفيا ولا ماليا بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات بتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح لكن ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك بفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك فكن شاكر إله ولا تنسى رد الجميل طبعا القمر موجود في البيت الخامس بدعمك بالحظ وبدعمك بالعاطفي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم المزاج عندك شوي فيه نوع من أنواع التحسن أو الاستقرار رغم أنه فيه أمور بتعصبك أو بتستثيرك ولكن أنت رح تتجاوزها أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف نوع من أنواع الضغط المالي برضو مستمر عليك فعشان هيك الأمور المالية مربكة وممكن يظهر بعض الأشياء اللي ممكن تزعجك أو المسؤوليات أو المتطلبات المالية اللي ممكن تسبب لك إرباك خلال هذا النهار في منك ورح يهتم بأمور العلاقة بالفواتير والمشتريات ولكن برضو بدو يدير بالهم من الأشياء الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتواصل مع أشخاص وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا النهار في منك ورح يهتم بمسائل العلاقة إما بالسيارة أو بالتليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أن الضغط لغاية الصباح بيكون على مستوى البيت ممكن مشاكل أو أشياء ضرورية أو متطلبات مربكة ولكن بعد ساعات الصباح بيصير فيه نوع من أنواع التصالح أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس بيكون منقسم على نصفين اليوم أوله بيكون صعب في إنجاز بعض الأعمال أو أشياء مربكة لإلك ولكن من ساعات الصباح بتصير الأمور إيجابية وممكن إنها تساعدك في إنجاز كثير من المهام وممكن تهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف التقلب على مستوى الشراكة فيه نوع من أنواع التقلب في المزاج خلال هذا النهار مع الشريك فممكن يسبب أجواء ضاغطة وروتينية وتضغط وترجع تصير منيح وبعدين ترجع روتينية فالتقلب هذا ممكن يستمر طول النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فعلى مستوى الأموال المشتركة ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد وبدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو بدراسة أو امتحانات أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو فارغ برضو بيت السمعة فأنت بتنجز الأعمال الضرورية على حسب وضعك أو على حسب طبيعة الشغل اللي أنت بتشتغله وعلى حسب المؤسسة اللي أنت بتشتغل فيها يعني على حسب طبيعتك أنت برضو أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيت الأصدقاء اللي برضو بشكل نوع من أنواع الضغط ممكن قلق على بعض الأصدقاء أو حدية بالتصرف أو اطباع بسبب أحد الأصدقاء يعني اللي سبب لك نوع من أنواع يعني الاختلاف بالمزاج أو الحدية بالمزاج فعشان هيك بدك تدير بالك من هاي الحدية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان هيك بنقول لك حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة وما ترهق حالك كثير برج الحوت بتنهم كل يوم بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة قصص وقت مهم للعائلة ولشؤونك الخاصة خلي فيه نوع من أنواع التقارب اللي بيجمع بينك وبين العائلة وخلي فيه نوع من أنواع السلام بدون حدية في الطبع ما تتسرع في الحكم على الأمور وعلى الأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو نوع من أنواع الشك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور برضو متقلبة على مستوى الشخصي خلال هذا اليوم مما بيجعل عندك نوع من أنواع الحدية والتسرع في بعض الأوقات حاول أنك ما تعصب وامسك أعصابك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية تقريبا روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي وفي منكم ممكن يهتم في بعض المساء المالية أو المشتريات ولكن تجنب المصاريف الإضافية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتواصل مع أشخاص وفي منكم رح يقدم امتحان وبكون الوضع عنده جيد أو في منكم رح يهتم بأمور إلا علاقة بالسيارات أو بالتليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الشؤون العاطفية شوي فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بتكون مربك شوي حاول أنه أي أمر عاطفي ما تحسمه خلال هذا النهار أجله ليوم كمان وإن شاء الله الأمور بتصير أحسن أما بالنسبة لشؤونك الحسية فممكن يكون عندك عواطف متقلب خلال هذا النهار أو نوع من أنواع الشغف أو التعاطف مع أشخاص معينين أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فبتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك خلال هذا النهار وفيه منك رح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكي المالي والعاطفية وبيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشركاء أما بالنسبة لبيت الشراكي فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغط على مستوى الشراكي فعشان هيك الشراكي المالي والعاطفية حاول أنك تمسك أعصابك وما تحتد أثناء التعامل مع الشريك وما تكبر الفجو ما بينك وبينه خلي الأمور ماشي برتابة على أساس أن الأمور ما يصير فيها نوع من أنواع الخلل أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على المستوى المالي الأموال المشتركة ممكن يصير فيه نوع من أنواع الأخبار أو الاهتمام في تحصيل بعض الأموال أو الديون أو التقديم على سلفة أو اللجوء لبعض المؤسسات القانونية لدعمك أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أمورك على مستوى الاتصالات الخارجية قوية جدا وفي منك اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم ببدع بشكل جيد وفي منك ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالفلسفة أو بالدين أو بأشياء إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى السمعة بدعمك بشكل قوي والأشخاص اللي على رأس عملهم اللي بيشتغلوا من ضمن مؤسسات كبيرة اليوم بنجزوا كثير من الأعمال والملفات بالتعاون مع زملائهم أو رؤسائهم بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايفوا حاج جدا فعشان هيك ممكن اليوم تسمع خبر عن صديق أو عن معرفة شوي وضعه بحزنك أو ممكن تسمع عن شيء صحي بتعلق فيهم أو هو يتصرف تصرف شوي يكون بالنسبة لألك سيء أما بالنسبة لبيت المتاعب فبرضو ضاغط عشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك تدير بالك على صحتك حاول أنك تنتبه لغذائك وخذ قس كافي من الراحة وممكن اليوم تقلق بشأن صحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء